السلام عليكم كيف حاكم اصدقائي ومتابعين في قناة فوتشار كوين فيديو جديد في قناتنا القناة مهتم باخر اخبار العملات الرقمي طبعا اصدقائي فيديو مهم جدا هتكلم فيه عن الحالة القادمة للبيتكوين عندي سيناريو هنا اصدقائي يا اما كسر في قمة 72000 او انهيار الى 10000 دولار ابل ما نباش في فيديو اصدقائي بتمنى تشتركوا بقناة وفعل زر الجرس وتضغط على لايك حتى يوصل لك كل جديد في العالم العملات الرقمي اصدقائي اضعوكم وتنضموا قناتنا على تليجرام اترك لكم الرابط اسفل الفيديو اخليكم معنا اصدقائي الى بعد الاندرو طبعا اصدقائي نحن حاليا عم تخط دعم في منطقة الـ 34700 طبعا اصدقائي في المرة الاولى اللي صار عندي ارتداد منطقة الـ 69000 فكان عندي مواجهة عند خط الدعم في المرة الاولى فشل بالارتداد القوي طبعا ارجع اختبر المنطقة مرة ثانية وبعد الاختبار الثاني اصدقائي ارتفع البيتكوين الى منطقة الـ 69000 طبعا نحن حاليا عم نعيد نفس السيناريو فشل المرة الاولى وحاليا نحن عند المرة الثانية اذا صدقت التوقعات ممكن نشوف كسر للقمة الصافة اللي هي معند قمة الـ 69000 الا اذا تم كسر خط الدعم اصدقائي عندي خطين دعم الاول عند منطقة الـ 35000 والخط التاني عند منطقة الـ 33000 هدول خطين دعم اصدقائي لازم منصرون ابدا اذا فشل في الارتداد القوي وكسر القمة فعندي احتمالية كسر الدعم واذا تم كسر الدعم عندي الدعم التالي عند منطقة الـ 11000 دولار اصدقائي الى منطقة الـ 10000 دولار وهي منطقة التجميع اللي صار والانفجر منها البيتكوين طبعا اصدقائي فاحكي لكم بعد وجهة نظر اتوقع ارتداد مثل ما صار الارتداد بعد اللمس الثاني لخط الدعم لكن اصدقائي اذا كسر منطقة الـ 35000 ومنطقة الـ 33000 فنحن معرضينا نوصل لمنطقة الـ 11000 دولار الى منطقة الـ 10000 دولار طبعا هذا الكلام اكده بيتر شيف هذا الشخص اصدقائي هو منكبار استراتيجيين الاقتصاديين او منكبار محللين الاقتصاديين في العالم يهتم بالاسهم والعملات المشفرة وكل ما يتعلق في الاقتصاد عابقول يتعرض البيتكوين للضغط مرة اخرى الان بعد الفشل في الاحتفاظ بـ 36 نحن نتطلع الى تشكيل دعم جديد عند الـ 35000 واذا فشل فاعضى قد ان هناك دعم عند الـ 33000 دولار وسيكون التحدي التالي اذا فشل في ذلك فان المحطة التالية هي 30 ألف دولار اذا فشل بكسر 30 ألف دولار فنحن عند مستويات انهيار للبيتكوين في اقل من 10 ألاف دولار هذا الكلام منطقي جداً اصدقائي حسن موجود قدامنا في الشارط لكن الان اصدقائي هلا حالياً عم نطلع الى ارتداد مقنع يكون في هاي المنطقة بعد الارتداد الاول وفشل بالارتداد القوي صار عندنا ارتداد ثاني طبعاً بشهر طبعاً في سنة 2021 صار عندي ارتداد اول وفشل بالارتداد بعد لمسخة الدعم وصار عندي ارتداد ثاني منطقة كسر القمة السابقة اللي كانت بهاي المنطقة اللي ادامكم هلا حالياً يا صدقائي لما سخط الدعم ممكن يكسر لي قمة سابقة وتوجه في معنى 72 طبعاً كسر 72 امر مهم جداً جداً ممكن ب72 اصدقائي يدخل صفقات شورت على بستو بلوز قريب لكن اذا ما صار الارتداد وتم كسر 33 إلى 30 ألف ممكن يدخل صفقات شورت تودينا 10 ألاف دولار اصدقائي كو وصمنا للفيديو وبتمنى فيديوكونا لا تنسى تشترك بقناة وتفعيل زر الجرس وتضغط اللايك حتى وصلت للجديد في عام عملات رقمي مع السلامة ويدوتم بخير موسيقى